في عدن هذه المرة حرب من نوع اخر حرب اقتصادية طاحنة انخفضت معها قيمة ريال اليمني مقابل العملية الاجنبية والمحصلة النهائية موجة غلاء غير مسبوقة تجاوز الدولار الواحد خمسمائة ريال ينعكس ذلك على مختلف القطاعات الاقتصادية الاخرى بالاضافة الى اسعار المشتقات النفطية والسلع الغدائية التي لم تتوقف عند سعر محدد ما عندناش اي مشكلة رحنا بالنسبة للمحلات الصرافة بس رحنا يخافنا المواطن الذي راتبه يعني قليل ايش بيكون موقفه من هذا الارتفاع فنا زمن الحكومة ان تتدخل وتضخل الدولار في البنك المركزي وضع لا امل في تصحيحه على المدى القريب كما يقول مراقبون حيث تستمر حالة تدهور تبدو معها سياسة البنك المركزي عاجزة عن انقاذ الموقف ويتفاق معجز المواطنين اذا اتوفير الحد الادنى من ضروريات الحياة الأسعار موت بطي يعني كلهم يموتونها قليل 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 لم يقضوا على أهم الرهد الأسعار عنهم فلتها التقريبية زي ما يشتيه والحكومة ضائعة في نفس الوقت فالحكومة فالرقابة فالمسائل فالقيادة الارتفاع الجنوني للأسعار تعدى الكماليات ليمتد أثره إلى هذا فحتى رغيف الخبز أو ما يعرف بالروتي لم يستثنى من عاصفة غلاء الأسعار ليصبح الحصول عليه أمرا مرهقا على كهل المواطن وطهادا مادي وجسد الوضع المعيشي الصعب لسكان العاصمة المؤقتة عدن يأكل البسكويت بدلا من الخبز المقولة الشهرة لمالتة فرنسا ماري أنتوانيت في القرن الثامن عشر واليوم فإن أبناء مدينة عدن لا يستطيعون شراء الخبز ولا حتى البسكويت فإن أين يجاءون وارتفاعوا الأسعار أصبح خطرا حقيقيا يهدد منظومة الحياة في العاصمة المؤقتة عدن حني جمال بالقيس عدن